أصدت صحيفة كريستين ساينز مونيتر الأمريكية حركة الزهر الوسعة التي شهدها أقليم كردستان خلال العقدين الماضيين وهو ما يتناقض تماما عما كان يبدو عليه الأقليم قبل العام 2003 وشار التقرير الأمريكي إلى أن الكرد عززوا موقفهم السياسي بعد عام 2003 وجذبوا الاستثمارات الأجنبية وسرعان ما تنامت أربيل لتتحول إلى مدينة مزدهرة افتتحت بعد ذلك بعامين مطارا تجاريا جديدا تم تشيده بأموال تركية وتبيعه بعد ذلك بسنوات مطار دولي أكثر اتساعة وأضف التقرير أن النجاح الاقتصادي الذي حققته أربيل بعد العام 2003 يعود إلى حكمة وسياسة قادة الأقليم الذين يستهدفون إقامة عراق ديمقراطي بعد أن أصبحوا أقوية في بغداد ترجمة نانسي قنقرات الأجنبية ترجمة نانسي قنقرات الأجنبية